اشتركوا في القناة فقد سجلت حوالي عشرين دولة معظمها في اوروبا وجود اكثر من مئتي حالة ما بين مؤكدة او مشتبه بها اذا ما هو جدر القرود وما هي علاقته بالمثلية الجنسية وما علاقته ايضا بالمؤامرات التي تحاكو ليلا ضد البشرية وهل فعلا يمكن ان يكون هو الوباء القادم الذي سيجداه العالم هذه الاسئلة وغيرها سنحاول الاجابة عنها في هذه الحلقة من ريمونتادا ثقافية جدر القرود مرض فيروسي نادر وهو في الاصل ينتقل من الحيوان الى الانسان ومع انه كان قد تم القضاء عليه عام 1980 فان جدر القرود لا يزال يظهر بشكل متفرق في بعض اجزاء افريقيا وقد اكتشف لاول مرة بين البشر في عام 1970 بجمهورية الكونغو الديموقراطية لدى صبي عمره تسع سنوات ومعظم الحالات التي ابلغ عنها منذ ذلك الوقت كانت في هذا البلد ومحيطه وقد تفشى فيه هذا المرض في عامي 1996 و1997 في عام 2003 ابلغ عن حالات مؤكدة من جدر القرود في الولايات المتحدة الامريكية كأولى الحالات التي ابلغ عنها خارج نتاق القارة الافريقية وتبين بعد ذلك ان معظم المرضى المصابين به كانوا قد خالتوا كلاب البراري الاليفة يعاني معظم المرضى من الحمى وآلام الجسم والقشعريرة والتعب وقد يتطور فيظهر على شكل طفح جلدي وبثور على الوجه واليدين يمكن ان تنتشر الى اجزاء اخرى من الجسم لا ينتشر جدر القرود بين البشر بسهولة ويتطلب اتصالا وثيقا ويعتقد ان انتقاله من انسان الى اخر يحدث بشكل اساس من خلال قطارات تنفسية كبيرة ولكن يمكن كذلك عن طريق الاتصال الوثيق مع الاشخاص المصابين وتبادل السوائل التي تفرزها اجسامهم وعن طريق الملابس والاحتكاك بملاءات السرير والمناشف والجدير بالذكر ان معظم الحالات الاولية المكتشفة للمرض كانت بين الرجال الذين مارسوا الجنس مع رجال اخرين هنا نطرح التساؤل المشروع ما العلاقة بين جدر القرود والمثلية الجنسية ينبع هذا التساؤل من كون انتشار هذا المرض بين الناس بصورة واضحة اتى بعد انتهاء مهرجان ضخم للمثليين اقيم في جزر الكناري التابعة للسيطرة الاسبانية هذا المهرجان المسمى مسبالو ماس برايد حضره ثمانون الف شخص من بريتانيا وجميع انحاء اوروبا والولايات المتحدة ويعتقد انه بعد عودة المشاركين في المهرجان الى بلدانهم قاموا بنقل المرض ونشره بين الناس وهذه الفرضية التي يجري التحقيق فيها حاليا ونفس الشكوك تحوم حول مهرجان اخر اقيم في بلجيكا يدعى فخر المثليين ولا اعلم حقيقة باي شيء يفخرون وتأكد اخي المشاهد اخت المشاهدة انه بالرغم من ثبوت انتشار المرض بين الشواذي جنسيا فانهم لن يمنع العلاقات الشاذة لمنع المرض وانما سيوصون فقط كما يفعلون دائما بالوقاية واتخاذ الاحتياطات تماما كما يفعلون مع مرض الايدز نصل الان الى الجزء الاكثر اثارة من الموضوع وهو ما علاقة جدر القرود بالمؤامرات التي تحاك ليلا وتنفذ نهارا ضد البشرية الوصول الى المليار الذهبي ويعني انه لا يجب ان يتعدى تعداد البشر اكثر من مليار نسمة على هذا الكوكب كان هدفا للنخبة التي تحكم العالم من وراء ستار لاحظ كيف يزينون الشر ويعطونه تسميات براقة مع ان مضمونها كله خراب لان معنى ان يكون هناك مليار ذهبي فان باقي المليارات من البشر ينتظرها فناء دموي سواء بواسطة الحروب او الامراض او المجاعات واكثر ذلك مدبر يعزز هذه الفرضية الاتهامات التي القتها روسيا على الولايات المتحدة بنشر جدر القرود حول العالم مطالبة بالتحقيق في عمل مختبرات بيولوجية تابعة لواشنطن من بينها مختبرات في اوكرانيا واخرى توجد في نيجيريا حيث نشأت سلالة جدر القرود المنتشرة حاليا قد يقول قائل ان هذه الاتهامات داخلة في الحرب الاعلامية ما دامت هناك حرب تحدث في الميدان وكل دولة تريد تلتيخ سمعة الدولة المعادية لكن لا دخان دون نار والجدير بالذكر ان الامراض والفيروسات حتى وان تم القضاء عليها تبقى عينات منها محفوظة في المختبرات وما ادراك اذا احب ان يطلقوها على الناس فمن يمنعهم ان لم يكن هناك وازع من دين او ضمير انساني وقد كان بيل جيتس قد حذر في عام 2015 من ان العالم غير مستعد لمواجهة الوباء القادم ومع انتشار جائحة فيروس كو رونا في مطلع 2020 بدأ الناس يفهمون ما كان يقصده وفي نوفمبر 2021 حذر مما اسماه لعبة الجراثيم وتساءل ماذا لو حدث هجوم ارهابي بيولوجي بالجداري على عشر مطارات كيف سيواجه العالم ذلك لاحظ كيف اعطى تسمية الفيروس والمرض بالتدخيط كيف بوسع بيل جيتس ان يتنبأ بمثل هذه الامور هو طبعا لا يأتيه الوحي من السماء اذا الاقرب الى المنطق هو اما ان يكون متورطا فيما يجري او لديه انباء من مراكز القرار التي تخطط لما يجري وهو كما نعلم منتفع من هذه المصائب لانه يعتبر من اكبر المستثمرين في شركات الادوية الكبرى وخاصة في اللقاحات ان لم يكن له يد في الامر فكيف يستطيع بشر ان يتنبأ بمرض سينتشر بعد سنوات وهو اصلا ليس بطبيب ولا عالم فيروسات ولا حتى سيدلي لا استطيع تخيل مقدار بجاحة هذا الرجل وهو يتكلم علنا في هذه الامور هل هو غباء منه ام امان من العقاب المثل يقول من امن العقوبة اساء الادب وهو كما يبدو ينتج الفيروسات واللقاحات في نفس الوقت كما ينتج فيروسات الكمبيوتر ومضاداتها في نفس الوقت اللعبة قديمة جدا لكن ضحيتها الان ليست هي اجهزة الكمبيوتر ولكن ارواح البشر رغم تطمينات منظمة الصحة العالمية فان علينا ان نبقى حذرين اولا لان الكوب فيد لم يكن يظن احد مننا انه سينتشر في العالم بالسرعة التي رأينا ثانيا تحذيرات بيل جيتس ليست بريئة ليس لانه يعلم الغيب ولكن لانه كما قلت ربما يعلم بالمخططات ثالثا وهذا مجرد تساؤل لكنه ليس بريئا هل سارعت الكثير من الحكومات في العالم لايقاف العمل بقانون التوارئ الصحية ورفع القيود والاجراءات الاحترازية التي كان معمولا بها في ازمة كو رونا لعلمهم بقدوم جائحة اخرى كي لا تستمر حالة الطوارئ خلال جائحتين متتاليتان دون القطاع هذا مجرد تساؤل ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين لا اريد ان اخيفك عزيز المشاهد عزيزة المشاهدة فقط كن على حذر ولا بأس ان تخزن بعض المواد الغذائية التي لا تفسد بسرعة من باب الاحتياط فاللهم اني اعوذ بك من البرس والجنون والجذام وسيء الاسقام ولا تنسوا الاعجاب بهذه الحلقة والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس كي لا تفوتك اي حلقة نقوم بنشرها والى ريم تادى قادمة بحول الله والسلام عليكم